زي ما احنا شافين معنا دي صورة الهدف تزديدة قوية من محمد شحاتة ودي مهارة التزديد شوفنا محمود صابر في المباراة السابقة مامل جابون كانت برضو كرة سابتة ركنية عملت مهارة التزديد من خارج الثمنتاشر دي ايضا مهارة التزديد النهاردة محمد شحاتة بيفك بداية المباراة بهدف رائع في بداية المباراة يدي ثقة للاعب المنتقى بمصر واحد برضو من اللاعبين او من الحراس المميزين اللي ظهروا في هذه البطولة واحد برضو من العناصر اللي بتدي ثقة كبيرة جدا لمنتخبنا الولمبي حمزة علاء حمزة علاء واحد من اللعيبة اللي احنا قلنا عليها وتكلمنا عليها كتير هنا في برنامج الاشبال وقلنا عندنا ما شاء الله مواهب داخل قطاع النشيب بالنادي الاهلي وراهلنا على المواهب الموجودة عندنا قلنا ان شاء الله قريبا هكون عندنا مواهب موجودة في منتخب مصر سواء النشيئين او الشباب او الولمبي وكمان ايضا اللعيبة دي في يوم الايام هتكون موجودة في منتخب مصر الاول واحد من اللعيبة او الحراس اللي احنا رهلنا عليهم كتير جدا وكمان طمننا كل جماهير النادي الاهلي وكنا بنقول لهم مركز حراسة مرمى النادي الاهلي متأمم لمدة خمسين سنة قدام ما تقلقوش عندنا ما شاء الله محمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا واحد من العناصر او الحراس المميزين قلنا عندنا علي لطفي علي لطفي واحد من المميزين وقت ما بياخد فرصة بيقول انا موجود ما تحسش ان هو بعيد لا ده بالعكس تحس ان هو لعيب اساسي ولعيب متواجد رجليه دايما في الملعب ايضا شفنا مصطفى الشوبر في مباراة الوداد في النهاية الافريقي واحد صغير في السن بعيد بقى له فترة كبيرة بياخد ماتشين في الدوري بيثبت نفسه بيتحط في المباراة النهاية ما عندناش اي مشكلة ادنى مشكلة بيلعب وبالعكس ده بيلعب وعنده سكة كبيرة طب مين اللي جاي في الطريق جاي بعد كده قلنا محمد الشناوي علي لطفي قلنا مصطفى الشوبر عندنا المستقبل ان شاء الله للنادي الاهلي في حراس المرمى مستقبل مشرق لما بنتكلم بنقول حمزة علاء حمزة علاء واحد من الحراس حتى الاتحاد الافريقي وهو بيصنف بعد انتهاء التلات مباراة الاولى في دور المجموعات واحد من افضل الحراس في البطولة حمزة علاء وبالمناسبة مش عايزين نحسده عشان النهاردة مصر بتلعب مع غينيا فربنا ان شاء الله يوفقه حمزة علاء وعندنا كمان مصطفى مخلوف مصطفى مخلوف واحد برضو من الحراس النادي الاهلي ضموهم من الترسانة من سنتين واحد من العناصر الجيدة واحد من العناصر المبشرة ومشاء الله بيتمرى مع الفريق الاول بياخد كمان مباراة مع الفريق الاول وكان حارس منتخب مصر للشباب طب بس كده لا نحن عندنا كمان عمر كامل حارس مرمى منتخب او حارس مرمى الاهلي موليد 2006 وعندنا حازم جمال حارس مرمى 2005 منتكلم ماشاء الله في عدد كبير محمد الشناوي علي لطفي صفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف عمر كامل وكمان حازم جمال عندنا عدد كبير جدا وعدد وافر لكن دايما الفرصة في حراسة المرمى بتكون فرصة قليلة بس ماشاء الله لما بياخدوا الفرصة اللعيبة عندنا بيثبتوا انهم عندنا ان شاء الله ماشاء الله مواهب وانا من هنا بطمن حضراتكو ان دايما مستقبل حراسة مرمى النادي الاهلي في امان